مباني وأبراج ومؤسسات واختناقات طرق في مدينة تعج بالحركة ما أسباب هذا المشهد المتكرر للإزدحام المروري في مدينة الكويت القلب النابضي للدولة ما هي أسباب عدم توسعة الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية للمدينة هل هناك إمكانية لبناء أدوار جديدة تستوعب مئة ألف مركبة ضمن المواقف الذكية تفاصيل أكثر في لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي لملف يتجدد نقاشه مشكلة تبحث عن حل لقضية هي من الأولويات في أجندة المجلس البلدي ولجانه الزحمة المرورية في العاصمة يعني من المفروض بعد الانتهاء من تطوير الدائر الأول وبعض الطرق الداخلية سوف تحل جزء من المشكلة يعني بس المشكلة الأساسية تحتاج إلى تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق داخل العاصمة وخاصة في الأماكن اللي فيها الأبراج العالية سنرى أن الأبراج بنيت ولكن الشوارع ما زالت على سايدين وثلاث بالكثير ووفقا للمخطط الهيكلي الرابع فإن مدينة الكويت بحاجة لمائة ألف موقف ذكي للمركبات في عام 2020 مواقف السيارات مفروض تكون مدروسة ومتوفرة بشكل كبير في المنطقة بما تكفي الدراسة المخطط الهيكلي في الحاجة الفعلية يعني دراسة مخطط الهيكلي عندهم بأن في دراسة سابقة بأن محتاجين في 2020 إلى تقريبا أمية ألف موقف وحاليا يمكن المواقف ما تسعى إلى نص هذه الأعداد واللي قاعد يحل المشكلة حاليا بأن هناك أراضي فضاء فأراضي الفضاء هذه سوف تبنى بالمستقبل يعني هذا مو حل ورح يكون هناك شح فشركة المرافق العمومية عليها مسؤولية وأيضا بلدية عليها مسؤولية والمواقف السطحية هذه لا بد أن أغلبها تبنى في نظام متعدد الأدوار قاعة تدرس معوقات انسيابية طريقة وسهولة حركة مرور في مجلس يجدد دعوات الجهات ذات علاقة استعجال حلول تدخل حيزة تنفيذ أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس